الانترنت وعلاقتها بطبيعة الحال بالصحافة والإعلام أولاً الانترنت ومن خلالها ما يسمى بالصورة الرقمية أولاً خلخلت العلاقة دي المتلقي مع وسائل الإعلام السابق أن هذا الصحفي وهذا كان هو عنده واحد اختصاص خالص هو اللي تحدثيه ليه؟ يتعلق بنشر المعلومات ونشر الأخبار السابق الصحفيين العالم كامل ومنهم المغرب كان عندهم صغار من أجل بداية الوصول إلى المعلومات وتحول هذا الوصول ما بكناش كنقوله الوصول لأنك نقوله الحصول لأنك خلصت توصل المعلومات وما تخش المعلومات والذب الآن الحصول إلى المعلومات هاد الوظيفة الأساسية اللي كانت عند الصحفي في العالم جاءت الانترنت وخلخلتها بحيث أن المعلومات ما بقاش قيلت المعلومات واللينا أماب وفرت المعلومات ما بقيتش أنك كنت بغير المعلومات كيفاش أنت تختار المعلومات مش فقط بالنسبة إذن هذا الاختصال ولم تقلب عليها إذن كنت تفرض منها شنو هي المعلومات وشنو هي مش الأخبار وده خطأ شائع الأخبار الزائفة ما كيش أخبار زائفة على حسد تعريف ديال اليونيسكو هذيك المعلومات الموضل ليلة أما الأخبار كينا أما هي أخبار أخبار خاب أخبار بينما ذاك الشي كي تسمى المعلومات الموضل ليلة كي أعطيك عكس كي أعطيك عرض الخبر أنا اللي كنلاحظ هو هذا مش مشكل مغربي هذا مشكل عالمي دليل على ذلك تمنحية سياسية مثلا نبغينا أن نخلو أوروبا اللي هي متقدمة الآن حد عدد ديال الدول كيحكموها ما يسمى بالشعبويين وهالشعبويين شنو كيعتمدوا هالشي اللي قدرت يعني أقبل كيعتمدوا بالدرجة اللولانية الصوت ديالهم الأساس هو وسائل التواصل الشمال هي باش كي وصلوا ما بقاش مسألة عملية ديال إذا المسألة مش هي خاصة غيبين احنا كأننا احنا اللي تصبنا بهذه العدوة هذه واحد ظاهرة عالمية يمكن البلدان اللي كتعانيم واحد لها شاشة ديمقراطية كتعانيم لها بشكل أكبر لأن ما كينش واحد تقاليد ديال المقاومة مش المقاومة المسلحة وكين المقاومة الفكرية والترباوية وكذا إلى خير شنو كينتج عليه واذا أنا ولي ما كنتفخش عليه كي يقول لي واحد الخيطة بسيلبي كأن هاد كأن هاد هاد ثورة الرقمية هي واحد رجز كما كنقوله رجز من عمل الشيطان ولا شي عايز مخصرش نديرو الشيطان بالعكس هاد ثورة الرقمية في الجانب الإيجابي ديالها أولا وفرت المعلومات والتي تمتاحها للجميع ولت المعلومات اللي كنتي كتسنها ثلث يام وربع يام والتي في اللحظة اللي يعني عندها جوانب إيجابية كذلك عندها جوانب السلبية جوانب السلبية هو خصة ثمانية دي المجتمع لأنهم يكونوا بأنه خصة تكون عندنا سياسة عمومية حقيقية مع الأسف وإن كان جيد أننا عندنا نموذج تنموي جديد اللي غادي ربط المغرب في 2035 منك تجي الجانب المتعلق بالإعلام وبالدور دياله وكذا كتلقى بأننا بيضعات سطور وفقارات فضفاضة لا تغني ولا تسمينه مجو بمعنى إحنا يمكن أننا لما كان أعتقد باقي إحنا ما وعيناش الدور الدور الأساسي ديال الإعلام خاصة مثلا في المشاريع التنموية سيكون إعلام كيلعب واحد دور ديالتنمية المستدامة والإعلام ممكنش يكون عنده واحد دور لما كانش كيكتاسي طبعا بالنسبة لكذلك بالنسبة لقطاعات الأخرى سيكون عنده يكون كذلك قطاع استراتيجي ويكون من الأولويات الحروب الآن نشوفه الحروب الآن ماذا تحدث؟ أبقى شكتسير فقط أغير بذلك المذافية وكذا عن طريق الصورة والدليل على ذلك هو ما يقع من عدوان إسرائيلي على غزة الصورة الآن مثلا مثلا بحلب إسرائيل أول حاجة كالدير هي أن تستاذي في الصحفيين لماذا؟ لأن الصحفيين معروفين هما ما يسمى بشهداء الحقيقة شهود صحوا شهداء الحقيقة هما شهود الحقيقة فبالتالي أنا الأول أن نعيد الاعتبار للإعلام وأن نشكي لديه من الاستراتيجيات رغم طبيعة حل مجهودات من كل شي نقوله بأنه ولا ما كينا شقع حلها راحنا عدميين لا كينا مجهودات ولكن هذه المجهودات الضائلة مقارنة مثلا بالخصاص الكبير اللي كان عرفوه في الجانب مقارنة بالهيمنة ديالنت على تليفزيون الرسمي والإعلام العمومي شكرا